أو سر مرأة التي بناها الخليفة العباسي المعتصم بالله عام 221 للهجرة واتخذها عاصمة لخلافته هو ومن بعده من الخلفاء لستة عقود تقع مدينة سامراء على الضفة الشرقية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين التي تبعد 125 كم شمالي العاصمة بغداد وهي من أهم المدن التاريخية في العراق اتعرضت على مر العصور لمحو تاريخها وهويتها الإسلامية شهدت هذه المدينة العريقة أحداثا جسيمة واحتلالات متوالية فتعرضت لتدمير بعض أبنيتها إبنى الغزو المغولي والاحتلالات الأخرى التي كان آخرها الاحتلال الأمريكي عام 2003 وتعرض السامراء القديمة في أثناء الاحتلال لتفجير مرقدي لإمامين العسكريين لتبدأ بعدها صفحة الحرب الطائفية الجنرال الأمريكي جورج كيسي رئيس قيادة أركان قوات الاحتلال الأمريكية في العراق حينها كشف عن أن إيران هي المسؤول عن تفجير المرقدين العسكريين عام 2006 لإشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي وإضعاف العراق وتخريبه وإنهائه كدولة حيث قامت بعدها حكومة الاحتلال المتعاقبة بإغلاق المدينة القديمة لخمس عشرة سنة وحتلان مرصد أفاد الحقوقي ذكر وفق شهادات حصل عليها أن ما يجري من حصار وضغط على أملاك المنطقة التجارية والسكنية المحيطة بالمرقدين العسكريين في سامرها هي محاولات للتغيير السكاني ودفع المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمصلحة الوقف الشيعي بعد تعطيل جميع الأعمال التجارية وسيطرة الميليشيات على المدينة نحن أصحاب أملاك المنطقة القديمة من 2006 لحد الآن لحد اليوم 2021 اليوم 16-14-16 سنة الأملاك منعنا حتى من الوصول إلىها وبحسب إحصائية حصل عليها مرصد أفاد فإن الأملاك المصادرة أو المعطلة بلغت 36 فندقا و1500 محل تجاري و600 دار ونحو 140 عقارا بين دار ومكتب ومخازن ومعامل وأفران وساحات لوقف السيارات هذا وحذرت هيئة علماء المسلمين في العراق من الإجراءات الحكومية المستمرة في اغتصاب المساجد والمدارس الدينية والأملاك الوقفية وسعي ديوان الوقف السني المعين من الحكومة والمدعوم من القوى والأحزاب الطائفية لتمرير اتفاقات مجحفة بالأوقاف وصفقات مشبوهة لتحويل ملكية مسجد سامراء الكبير ومدرسته الدينية إلى الوقف الشيعي وحذرت الهيئة من هذا الإجراء الطائفي المستفز لغالبية الشعب العراقي وهالي سامراء خصوصها والذي يهدف إلى محو تاريخ سامراء ومرجعيتها الإسلامية المعروفة